كاميل كاميل من ديما كان يشوف صحابه خارجين مع البنات ومن ديما كان تجيل غيره ولكن كان يسبره ويتخبى موراليجه وتفراج كله نهار ويحلم واحد النهار تهو يخرج معه شي وحده ويتصاحب معه ولكن ما كي قدش على وكي لقى صعوبة انه يمشي يدوي مع البنات في مدراسة كاميل ذرود شي فراسه ومعرفش شنو كي حبسه باش يمشي دوي مع البنات اللي مشاق اللي في جوجل علاه شنو حبسه لقى واحد الحاجه اسمه الانكزايتي الخوف حدوك يشوف شي بنت كي بغي يمشي دوي معه وما كي قدرش وعقولوك يبقى يوريه دي سناغيو اللي معمرو مغا ديوقعو كي يقول له هرا تقد صدرك تقد جاء خايب ولا عندك تبقى تفتف قدامها ما تعرف ما تقول مو هم كي تستطعلي كاميل قلب مزيان ولقاك هنا واحد طريقة كي باش تولي كتعرف الدوي وهي السوشال ميديا بطبيت الحال وبالطبط انستغرام رب اللي خصتو يفالوي بزاف ديال البنات واللي فالواتو يمشي دوي معاها هاكا يتعلم كيفاش يدوي في تكستنغ مو را غاديدو زليزابيل حيط له درالة علاقة مع تكستنغ مو را هيحاول يعرض على ديك البنت تخرج معه في شي ديت كاميل مشاجر بتكستنغ بقى شهورة وشهورة هو كي تعلم مو را هاداز زليزابيل بقى شوية بشوية حتى تعلم يدوي مو را هجل الوقت باش يعرض على شي بنت باش تخرج معه من قبل انواع ديال البنات كينا اللي كتقول لا صاحب لي احنا اصطيقاء كينا اللي كتقول لك ديكسكوز كل مرة كتقول لان خرجوك اتفقى عليك وعندي القرايا عندي هذا مهم الاكسكوز الليولة الثانية الثالثة ستسدع لي افمشي كينا اللي كتقول لي هو لدي مزيرين منحقا مو را جا دك شي صعيب ماشي بحل تخيله ولكن بقى مقاطل حتى طحف واحد البنت اللي بغا تخرج معه نغمال مو هنا كامل خصو يستعمل دك شي اللي تعلم في انستغرام وفي لازابل هنا فين كامل خصو يكون مهله فراسه دار برويحه مزيان الهايجين دياله مقاد تدوش ديما مهم تراري راكم عافين ودراني فكركم بعض الحاجة اللي تنقولها ديما را اي حاجة اللي بغي تعلمها راها كتدي الوقت راها ممكنش تتعلم الحاجة فنهاره تهلا فراسكم